رأيك ايف مباراة القمة مبارح بين الاهلي وزمالك؟ مباراة متكافأة اللي اتنين يعني مش هزين يتغلبوا ويتنا عزين يكسبوا بس مش عارفين يوصلوا للجوم بسرعة فاللي وصل للجوم بسرعة هو اللي حط الجوم وانية الغاراته مش كويسة ماشي؟ كارترون حب ينزل في البداية ان انا مهاجم وابتاع بس ناسي خالص حاجة اسمها للدفاع والاهلي لو كان خاد باله من الاول من حتة الدفاع بتاع النادي لزمالك بس نسبة المباراة القليل والزمالك بيبقى لقى طبع خاص طبعا بس هو الاداء كان كويس بالنسبة للفرقين والنتيجة اللي طالعة طالعة كويسة جدا احترام اللعبة البعادية كان في حد ذاته كويس والله يعني مستوى الاهلي مبارح كان سيء جدا ده مش ده المستوى الجمهور المصري متعود عليه اصلا فمش عارف اللعبة عايزة من الجمهور ايه اكتر من كده فهيريت يعني يغيروا الدم في الاهلي جوا ايه كانت مباراة حلوة بس للأسف التحكيم بوازها التحكيم هو اللي بواز الماتشن بارا للأسف الاداء الفرقين اداء كويسة دي لعيبة منتخب مصر واحسن لعيبها في افريقيا وهم وسيسة وصلين نهاية افريقيا واحسن لعيبها في مصر والله هو الاداء كان جميل والاداء كان رائع بصراحة يعني الاهلي ادى والزمالك برضو ادى بس اللي عملو شكبالا كان مش منطقة خالص في المباراة يعني يعني كانت مزادة مستوى ما بين الفرقين الاهلي مسك على فترات والزمالك برضو سيطر واستحوز على فترات المباراة كانت رايحة جاية يعني وطبعا اللعيبة بتاعت الاهلي اغلبيتها كانت مستعدة لماتش سانداوتز اكتر فما كانتش مركزة اهو ايه كانت مباراة يعني انا ما كنتش مستني منها زي المباراة اللي فاتت زي مباراة الكمة بتاعت دوري الأبطال افريقيا مباراة دي كانت اللي هوا بالنسبة لي برضك تحصل حاصل في الدوري والاهلي متقدم فيه تلات ملشات لسه الدوري فيه بس يعني الزمالك اتأخر كتير تتوقع مين اللي هيكسب في الآخر وهيفوز بالدوري والله انا اقولك زي كابتن سيد عفوزما بيقول يعني احنا ما يفعش نقول لي احنا نكسب الدوري بس هو الاهلي وواضح ان هو بيمشي كل مباراة بياخدها بمتشاها يعني ويبعدلها كويس فان شاء الله رب العالمين ان شاء الله ندل الاهلي ويكسب ان شاء الله الدوري مين ياخد الدوري ده الكرة الاخر الدوري كل الناس بتلعب على انها تنافس الاهلي او الزمالك او انبي او الاسماعيلي المهم ان احنا بقى طلعين بشكل كويس ده اللي همنا في النهاية يعني هو كده كده دنائية الدوري بتاع الاهلي مش بتاع حدي تاني بس اتمنى ان الاهلي برضو يعني شدي حيلو عشان عنده بطولة افريقية و اتمنى ان احنا نقش كاس على ملاندات تاني انا مش اطوء انا اتمنى بقى انا ازا ملكاو فاتمنى الزمالك ان شاء الله ياخد الدوري لان احنا تعبنا بقى انا كتير او مناخدش الدور فاتمنى السنين ان شاء الله الدور بتاعنا باذن الله يعني الاهلي بصراحة يعني بصراحة من الاداء بتاع الاهلي هو الاهلي يعني انا كاهلاوي طبعا اقول للاهلي بس هو يبقى فيه سراع طبعا على الاول ما بين الاهلي والزمالك طبعا هو حاليا للاهلي مش عشان انا اهلاوي بكده بس لا هو يعني باين للاهلي رأيك ايه في الغرامات المالية اللي تم فرضها على الفريقين لا صح مظبوطة الغرامات دي وبعدين بالذات كمان انا انا اهلاوي بس انا ضد اي لاعب اي لاعب لو حتى الجمهور خرج على النص انت راجل معلش دايما تقعدوا لك اللعيب كدوى اللعيب كذا 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 لازم اللعيب يبقى مثل فعلا في الحتة دي ولازم يتحمل لان معلش انت بتاخد مالين ليه الغرامات المالية اللي هي اتحطت دي انا شايف ان هي اتحاده الكرة ليه شكل وليه رأي يعني هما شايفين بنظرة غير اللي احنا شايفينها من ادرش نحكم هما ليهم عراءة تانية او ظروف تانية احنا مش شايفينها يعني لا هو يستحقوها بصراحة يستحقوها عشان قطر يبطل لهم بعملوها القانون ما حدش يتخطى هي الغرامات المالية كويسة عشان ما حدش يخطأ بس الغرامات المالية على الاهلي بس عز مالك اقافل شكبالا عز مالك اقافل امام عشور مش ععرف الاتحاده الكرة بيعمل كلمة عز مالك انا مش ده مش مستوعبها هو كان لازم ده يحصل عشان مش حركة اللي هو يعملها حتى لو ما فيش جمهور مش حركة انه هو يعملها في الناس اللي بتتفرج عليه اصلا يعني شايف ان شكبالا هو لعب محترم طبعا وكبير وقيمة كبيرة في الكرة المصرية بس الجماهير غالبا دايما بتشتب مثلا او بتقول الفاظ فهو المفروض ده يعني يكون اكبر من كده وملتفتش او اللي هي الحاجات بتاعت الجماهير دي وهو لعب كبير ومحترم طبعا يعني بتحصل مشاكل ما بتبقاش لها لازمة خالص وبالنسبة لي بتبقى مش عاجبني الوضع بصراحة ترجمة نانسي قنقر